شهدت صنعاء توتراً أوصف بالشديد بين المبعوث الأممي وميليشيا الحوثي وافدت مصادر مطلعة لوكالة الأناظولة التركية بأن أجواء من النقاش الحاد سادت اللقاء الذي جمع مارتين جريفث بقيادات حوثية على خلفية التقارير الأممية في جلسة مجلس الأمن الأخيرة محمد بن سلمان وهو عبر عن أمله بالتوصل إلى حل سلمي شامل في اليمن الحوثي استاء بحسب المصادر من إشادة المبعوث الأممي بجهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن الجمعة الماضية والتي وصفها بالإيجابية فضلا عن الاعتراض على إحاطة ورسول مولير مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة التي اتهمت فيها الحوثي بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات الإنسانية في مجالات أخرى ولكن سلطات أنصار الله لا تزال تفرد قيودا على الإجراءات الإنسانية هذه القيود تحد من وصول المساعدة إلى ملايين الناس كان المبعوث الأممي قد وصل إلى صنعاء الأحد الماضي في طار جولاته المعتادة الخاصة بدفع عجلة السلام بين الحكومة والحوثي وكشفت وكالة الأنظول عن مظاهر التوتر بين الطرفين منها منع رئيس مؤتمر صالح الموالد للحوثي من إجراء لقاء منفرد مع المبعوث الدولي حكوميون أبدوا استغرابهم من تصرف الحوثي رغم أن تحركات المبعوث الأممي صبت أغلبها لصالحه خصوصا في الحديدة التي تمارس فيها الميليشيا خروقات مستمرة دون اتخاذ الأمم المتحدة موقفا جادا منها كان آخرها الهجمات الحوثية التي استهدفت مقر الوفد الحكومي في لجنة عادة الانتشار إلا أن مراقبين اعتبروا أن الطريقة الأممية والدولية التي تعامل بها الميليشيا الحوثية ومساواتها بالحكومة الشرعية بل وتفضيلها أحيانا عليها هو ما يجعلها تتجرؤ على تحدي المجتمع الدولي وممثليه في اليمن ترجمة نانسي قنقر